السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائيات طربة وطالبات واولياء امور صف السادس الابتداء ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت على وقت المحادثة للصف السادس الابتداء الوحدة السادسة الدرس الاول من كتاب المعاصر صفحة 18 اول سؤال معي خاصي الاستماع الحوار بيدرنا بين ايمن وايمان ايمن بيقول يعني ايه ماذا تفعل يولاندي بتعملي ايه قالت له انا بنظف حجرة انا بنظف الحجرة انا بنظف الحجرة هنا ايمن رد عليه ويقول لها can i help you ممكن ان انا اساعدك اقدر اساعدك امان بيارد عليها الايه المساعدة ايمن قالت له sure sure يعني بالتأكيد can you move that move يعني تحرك او تنقل that chair by the window ممكن تحرك that chair هذا الكرسي by the window by هنا بمعنى بجوار يعني تحرك وتوديه كده بجوار الشباك هنا ايمن قالت له ايه كانت كانت يعني لا استطيع اتس تو تقول لها عايزين بعضها صفة هتكون بمعنى جدا اتس تو اي اتس تو هي في انه صاقيل جدا هي في يعني صاقيل هنا ايمن قالت له ايه ايه اي الموف ات انا سوف انقله اي الموف ات يعني سوف انقله الجزء بعد كده تخص بالاختيرات choose اختر ذاك وركت انصر الاجابة الصحيحة صار رقم واحد what are you not قال له i am cleaning up يبقى what are you eating ماذا تأكل writing يعني يكتب او الكتابة reading يعني يقرأ doing يعني يفعل طبعا هنا عايزة تقول له ماذا تفعل what are you doing ليه لان الاجابة i am cleaning up انا انظف يبقى انت بتعمل ايه what are you doing جاي اللي بعد كده صار رقم اتنين this bag bag يعني حقيبة هذه الحقيبة is two not i can't lift it lift يعني يرفع انا مش هقدر ارفعها مش هقدر ارفعها يبقى هي بتكون to ايه ايه جدا light light يعني خفيف تمام heavy يعني سقيل sad يعني حزين expensive يعني غالي طيب انا عايزة اقول ده هي تقيلة جدا مش هقدر ارفعها يبقى this bag is too heavy هذه الحقيبة سقيلة جدا رقم ثلاثة اي انتو انا ذهبت الى ايه because i like music لان انا بحب الايه بحب الموسيقى طالما بحب الموسيقى هذهب هروح لفين concert concert اللي هو الايه حفلة موسيقي ولا لايبيري هروح المكتبة المكتبة مفهاش موسيقى ولا شوف هروح المحل ولا ماش هروح المباراة طبعا هروح لفين عشان اسمع موسيقى وبحب الموسيقى هروح لconcert حفلة ايه حفلة موسيقى تمام بعد كده جايب لهنا ايه رقم اربع اي كان انا استطيع ذا بس اللي قالت الايه قالت الباس help يعني يساعد move يعني يحرك ايه تيأكل drink يشرب هعمل ايه فالت الباس طبعا ان انا هحرك اي كان موف ذا بس بقدر احرك قالت الايه قالت الباس بعد كده السؤال رقم خمسة بيقول ايه what's going عايز يقول لي هنا ايه ماذا يحدث هنا ايه اللي بيحصل هنا what's going by what's going on ماذا يحدث هنا رقم ستة نانسي نقط مامتها بتنظف المطبخ يعني ساعدة هل بنج هل بنج الانجي هل بيساعد هل بس هنا الفعل في الاس يبقى نانسي ايه بعد اس بيجي لفرب اي انجي نانسي و اس يبقى هل بنج هر مازر بتساعد مامتها في تنظيف المطبخ رقم سبعة put it over there put يعني ضعه ضعه over there يعني هناك نقط or to the window or for the window بيجي لي بعدها مكان بتكون بمعنى بجوار ضعه هناك بجوار الايه بجوار الشباك جايب لي هنا اه السؤال رقم تمانية بيقول لي ايه بيقول لي نقط بعض المساعدة عايز يقول له هل انت تريد بعض من المساعدة تمام انا بوجه السؤال لي مين بوجه السؤال لي انت عايزين ايه طبعا عندي مصدر يختار يدو يداز معيو بختار مين بختار دو هل تريد لان ار عايزة في اربع وينجي وهف عايزة تصريف ثالث يبقى هاختار مين هاختار دو هل تريد بعض من المساعدة جايب لي هنا الصفحة لقصتها صفحة 19 بيقول لي اريد اذا بستش اقرأ الفقرة ان انصر واجب على الاسئلة ميستر او ميس السلوى مدرسة الايه مدرسة الموسيقى بتاعتنا هي مشغولة جدا اليوم يعني تستعد او تجهز لي حفل ايه الحفل الموسيقي بتاع المدرسة الحفل الايه الموسيقي ميس السلوى مش سعيدة ميس اللي هي الفوضى بتحبش ان هي تشوف ايه فوضى she's asking the pupils بيوبلز اللي هما التلاميذ بتطلب من بيوبلز اللي هما التلاميذ بتطلب منهم ايه to help her ان هما يساعدوها because the room لان الغرفة is messy بتكون شكل بتاعها فوضوي احمد is cleaning up the music room احمد ينظف حجرة الموسيقى to help his teacher عشان يساعد المدرسة بتاعته mary wants to help to وكمان mary بتحب ان هي ايه تساعد she wants to move the bus بتحب ان هي تحرك الايه قالت الباس and put it by the window وتشيلها كده وتحركها بجوار the window but is but it is so heavy لكنها heavy يعني ساقيلة ايه ساقيلة جدا احمد helps her to move it احمد ساعدها ان هي تنقل الت الباس جنب الايه الشباك هلما شوف اسئلة تخطيرات اللي تبع الفكرة والسؤال راكم واحد يقولي بتستعد الايه ذا ليه الحصة او الدرس ولا بتستعد اللي هو الواجب المنزلي ولا ليه الفصل ولا كونسرت الحفلة موسيقي طبعا بتستعد الحفلة الايه الموسيقي نختار الحرف دي راكم اتنين طلبت من مين بتطلب من مين ان هو يساعدها التلاميذ التلاميذ بتطلب من الد tro ولا baya تoku بتطلب من المدرس بتطلب من하기 ان هم يساعدونها ناس بس السعر رقم 30 How does هي طلبت او كانت محتاجة ايه من التلاميذ ان هما يعملو او يساعدوها في ايه? تمام? طبعا محتاجة منهم ان هما يساعدوها في ان هي تنهي الفوضى اللي هي موجودة. او في التنظيف. ممكن كمان نقتصرها ونقول هي ايه انا عندها ايه? او بتستعدي لحفل المدرسي موسيقى هنقول هنا شي از بتستعدي ليه هي بتكون او كانت بتستعدي لايه? بتستعدي ليه? اه حفل موسيقي اوار سكول كونسرت. اوار سكول كونسرت ليه الحفل الايه الموسيقى اوار سكول كونسرت ليه الحفل الايه الموسيقى بعد كده بيقول لي هنا ايه? بيقول لي هنا? who wants to move the bus? من اللي هو اراد ان يحرك آلة الباس بايزا ويندو بجوار الشباك. طبعا مين هنا? طبعا هنا ميري هي اللي ارادت. يبقى اللي كانت عايزة تحرك آلة الباس مين? ها? طبعا ميري هي اللي كانت عايزة تحرك آلة الباس. يبقى ميري. بيقول لي هنا قعد الترتيب. هنرتب بقى الكلمات دي ونعيد ترتيبها عشان نتكون جمل ايه? صحيحة ومفيدة. قعد ترتيب. هالكلمات التالية عشان تكون جمل ايه? صحيحة. بيقول لي هنا ايه? يستعد او يجهز يعني ليه? اذا كونسرت حفل موسيقي ولا هيز لاختصار هي از? يعني هو يكون. عايزين نقول هي او هو يستعد لحفل موسيقي. هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. هيز لاختصار هي ايه? طبعا. هيز ريدي. طبعا عايزين بعدها فير باين جي. هيز جيتنج ريدي فور هو يستعد لحفل ايه? موسيقي. رقم اتنين بيقول هنا هير بمعنى هنا يعني يحدث ما او ماذا? اين يعني فيه? لابصرف اس هنا اختصار لاز. عايزين نقول ماذا يحدث هنا? ونبدأ بايه? بوط. هنبدأ بايه? بوط. وهنقول هنا ايه? ماذا? يحدث هنا. يبقى وط. وط. ادي كلمة وط. اللي هو اه جيب اللي تحتها خطة هبدأ بيها. وتاني حاجة ما في الاختير هاختار لابص في الاس. يبقى وط. وط ايه? وط. هن? هن? جوين جوون. يحدث. ماذا يحدث ايه? هنا يعني ايه? in here. what's جوين جوون? in here. in here. ماذا? يحدث هنا. جزء الخاص بيه? التركيم. بيقول لي ايه? بانك تويت. او الجمل التالية. مريم بتساعد مين? بتساعد المدرس بتاعها. اول حاجة عندي هنا. مريم عيني على اول حرفي. هو كابتل آآ هو سمول. هنعمله كابتل ايه? لتر. ادي حرف الام كابتل لتر. تمام? وعندي هنا. الاس هنعمل لها لبصرف دي. تاني حاجة من علمات التركيم. وبعد كده وهو عامل لي هنا فلوسوف في النهاية. يبقى كده ادي علمتين التركيم. اللي انا هغيرهم. تاني حاجة. امتى الحفل الموسيكي يا نادا? طبعا هو عامل لي اصلا ايه? عامل لي هنا. آآ عامل لي هنا. بس عندي هنا حرف الان في كلمة نادا. الحرف ده سمول. هنعمله احنا كابتل. ادي حرف الان. يبدأ اول تغيير. ونجي في النهاية. بنعمل ايه? كوستشان مارك علامة استفهام. بقى غيرت حرف الان. وفي النهاية عملت كوستشان مارك علامة استفهام. ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت جانرال اكسرسايز. استدريبات عامة. ليه الصف السادس الابتدائي من كتاب المعاصر على وقت الكلمات. ليه الوحدة السادسة الدرس التاني من كتاب المعاصر صفحة اربعة وعشرين. بيقول لنا سيركل اعمل دايرة ذا ادوارد. حول الكلمة المختلف ان ربليس ات واستبدلها. بكلمة تانية تكون صحيحة. فلوت اللي هو الفلوت او الناي. باص اللي هو الاوتو بيس. درام اللي هي الطابلة. طيوبة اللي هي قالت الطيوبة. يا ترى من المختلف اللي هي باص. ليه? لان ذيت من ترانس بورت من وسائل النقل. والباقي يعني ايه? يعني آلات موسيقية. عايزين نكتب آلة موسيقية نكتب آلة البيس. اللي هي الآلة. البيس اللي هي آلة من الآلات الموسيقية. رقم اتنين. ميك يصنع او يجعل. بس اللي هي قالت البيس. لوك ينظر. براكتس. يتضرب. يبقى من المختلف دي من الآلة. آلة من الآلات الموسيقية. موسيقى. طيب والباقي هنا في المضارع. عايزين اي فعل في المضارع. اي فعل نكتب مسلا ايه? نكتب بلاي. رقم تلاتة. اللي هو الفلوت او الناي. يا جهز او يستعد. كويت هادئ. ساد سعيد. يبقى عندي وكويت وساد. يعني مستعد. وهادئ وحزين. بكلها صفات. لكن فلوت دي ايه? دي آلة موسيقية. طيب هنعمل ايه? هنجيب احنا كمان اي صفة من الصفات. ممكن نقول قيوت يعني جميل او جذاب. رقم تلاتة. يتضرب. يقرأ. اللي هي قالت الفاولين او الكمان. هفعين ده او يمتلك او يتناول. يبقى المختلف. اللي هي آلة من الالات الموسيقية. والباقي دي افعل افعل في المضارع. عايزين فعل في المضارع. نجيب هنا مسلا ايه? سي يرى. رقم خمسة. اللي هي قالت الريكوردر. يعني زجاجة. هي بقى بوتل هي المختلفة والباقي. آلات موسيقية. عايزين نكتب اي آلة? من الآلات الموسيقية? نكتب مسلا ايه? قالت التيوبة. تمام? قالت الايه? التيوبة. بعد كده يجوز الخاص بين اختيرات وتشوز اختر ذاك لك تانصر الاجابة الصحيحة. تشوف كده اسئلة اختيرات اللي عندنا. رقم واحد بيقول لي. ذا نقط. يعني آلة موسيقية. يا ترى ايه بقى اللي عندنا دول فيها آلة موسيقية. تب يعني ايه? يعني شريط ايه? شريط لاصق. ولا طب ولا تيوبة اللي هي قالت التيوبة. ولا تيوب. طبعا ايه تيوبة? اللي هي دي من الآلات الموسيقية. رقم اتنين. انا استطيع. استطيع ان ارى بعض الآلات الموسيقية. هنشوف الآلات الموسيقية في حجرة ايه? ميزك حجرة الموسيقى? ولا بطل اللي هي زجاجة? ولا بوك كتاب? ولا ارت اللي هو الفن او الرسمة? طبعا هنشوفها في حجرة الايه? في حجرة الموسيقى. رقم تلاتة. بمعنى ينفخ بستخدمها بمعنى ينفخ مع الآلات الموسيقية. وتكون بمعنى يهب مع الرياح. تمام? بننفخ بقى في ايه? هننفخ في الطبول? ولا اللي هي قالت الترومبت او البوك? ولا بيانو اللي هو البيانو? ولا اللي هي قالت الكمانية? طرع ايه من آلات النفخ? طبعا آلة الترومبت هي دي اللي من آلات النفخ. رقم اربعة. نقط بليز او زيلفون. اللي هو الاكسيلفون في الحفل الموسيقي. بليز انا عندي هنا بليزي فيها الاس. انا عندي الفعل بتاعي فيه الاس. وي واي وي التلاتة دولة بيجيلي معاهم الفعل في المصدر. الواحدة اللي بيجيلي معها الفعل في اس اللي هي ايه? هي او شيئل او اي مفرد. رقم خمسة بيقول لي ايه? انا بحب العسفة على آلة الكمان. نقط اي دونت براكتس انوف. عايز يقول لكن انا لم براكتس يعني يتضرب. لكن انا لم اتضرب انوف يعني بشكل ايه? بشكل كافي. لكن ما بتضربش بشكل كافي. بط. معنى لكن ده الكلام ده في حالة التماكض. تمام? ولا ان ليواء ولا صو? ليزالك او لزالك او بمعنى او للاختيار ما بين اتنين طبعا عايز اقول ايه? لكن انا لم اتضرب بشكل كافي. انا بحب العسفة على لكن ما بتضربش بشكل ايه? كفائي ايه? انا اختار هنا بطل التناقض. رقم ستة هي بلايز ذا. هو يعزف ذا نقط سلولي سلولي يعني ببطء. بيعزف على ايه? ببطء شوز هيزف على الحزاء? ولا هاوس هيزف على المنزل? ولا كار السيارة? ولا درامز الطبول? بيعزف ايه? الوحيدة اللي بتعزف عليها اللي هي درامز الطبول. دي الوحيدة اللي من الات المسكي رقم سبع يصر دي. بالامس. هي نقط ذا سيمبولز. سيمبولز اللي هي الساقات. هي ايه? ولا 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 هو قال لي ايه? قال لي يصر دي. يصر دي ايه? في الماضي كلمات متدلة على الماضي. يبقى على طول بختار الفعل ومعايا التصريف التاني للفعل. التصريف التاني من هي بلاي دي. بقى هنا المصدر. ان الفيرب اي ان جي هي الفعل المضاف للاس الكلام ده في حالة المدارة. مع الفعل المفرد. يبقى انا اختار التصريف التاني على طول لان الجملة اساسا بتاع دي فيها في الماضي. رقم تمانية اختي نقطو ذا دكتور. يعني ايه? للطبيب يستردي بالامس. بكوز بكوز يعني لانا شي هاد استومك ايه? استومك ايه اللي هو الايه? الم بالمعدة. تمام? يبقى اخت عايزين نقول اخت ايه? عايزين تذهب للطبيب او زهبت للطبيب يستردي بالامس عشان عندها الم بالمعدة. انا بتكلم عن ايه? بتكلم عن بالامس. بالامس يبقى انا هاختار هنا ايه? هاختار هنا جو الفعل في المصدر. ولو انت الفعل في الماضي? ولا جوز في المضارة? طالما عندي يستر دي لازم اخد الفاعل والتصريف التاني يبقى زهبت الى ذا دكتور الطبيب. بعد كده يجيب لي هنا صفحة خمسة وعشين بيقولي قعد ترتيب الكلمات التالية عشان تكون صحيحة. رقم واحد معنى فعلة. كيف? الطبول هي هو بلاي? بمعنى يعزف طالما عندي الامس كية. اجيل نقول هنا ايه? كيف عزف على الطول? كيف هو عزف? يبقى دي عندي اول حاجة كلمة الاستفهام. هاو. وقعد الفاعل المساعد في الماضي دد. وقعد الفاعل هي. وقعد المصدر بلاي. يبقى عندي هنا. ترتيب السؤال كلمة الاستفهام ودد والفاعل والمصدر. يبقى عندي هقولها تاني. هاو دد هي بلاي. هو التكملة بتاعت اللي هي ذا درامز. ذا درامز اللي هي الايه? الطبول. ومنساش علامة الاستفهام. رقم اتنين. ذاي هم. وانت يريد تجذر معن تو الى براكتس يتدرب. تمام? هم عايزين يتدربوا مع بعض. هبدأ بي ذاي. زي ما وحطتلي تحتها خط كده بابدأ بيه. هيبقى ذاي. يعني هم الفاعل الفاعل اللي عندي ايه? يعني يريد. زاي. وانتو. يريدوا ان. بعدها مين? بعدها المصدر يتدربوا. يريدوا ان يتدربوا ايه? معنى. معنى. بيقولي رايت اكتب 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 من سبع جمل عن اللي هي الالات الايه? الالات الموسيقية. وده موجود عندي ومجاب عندي في نهاية الالات الموسيقية.